الحقيقة عندنا اتحاد كرة القدم عندنا اتحاد كرة القدم فيه شخصيات محترمة جدا جد كلهم طبعا شخصيات محترمة جدا وانا عندما انتقد انا بانتقدش شخصيات ولكن انا بانتقد اداء اتحاد كرة القدم والحقيقة اتمنى ان اتحاد كرة القدم يطلع حتى طبعا ما بيطلعوش وضحو عندنا ولكن بيطلع ويوضحو فيه قنوات اخرى تمام اتمنى الكلام اللي انا هقوله حد يطلع يقول لنا هو منين بيودي فين يعني ازاي مثلا انا هقول لحضراتكم 3-4 امثلة على اللي بيحصل ازاي احد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اعتقد الدكتور اهاب الكومي يعني طلع يتكلم عن المسابقة لسه مفيش لها لايحة ولا حتى تم اعتمادها رسميا ولا حد يعرف عنها حاجة غير ان تم الاعلان عنها من قبل اعتقد مجلس ابو ظبي اللي هي بطولة النغبة او السوبر القادم وهي مثلا لسه مش موجودة على قرض الواقع عشان حد يحدد مين حيلعب ومين ما يلعبش اقصد هنا من ناحية اللوايح من ناحية نظامها وكيفية مين اللي حيلعب فيها وحيلعب ازاي معينك ايه عشان تلعب هو اللي تطلع بيتكلم دكتور اهاب هو بيتكلم بيتكلم على هل فيه اساس ممكن اكون انا انا حاولت اسأل ناس كتيرة جدا اقول لا لا يعني لسه طب طالما لسه لماذا يتم الاعلان عن ان الفريق ده حيلعب ولا الفريق ده مش حيلعب اعلن عنها براحتك ولكن ليه بتقول ان الاهلي حيلعب مثلا او غيره مش حيلعب فين بقيت اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ليه اتحاد كرة القدم دايما بيبقى مصمم انه هو يوصل للناس انه عنده حالة من العشوائية زي ما قلت لحضراتكم معظمهم كلهم اصدقائي يعني لكن انا هنا بتكلم عن شكل تنظيمي ومؤسسة ومؤسسي لمؤسسة اسمها اتحاد كرة القدم مجلس ادارة ما ينفعش كل شوية لقى حد بيقول كلمة وحد تاني يطلع يقول عكسه يعني وحد يقولك لا لسه صلى لسه ما عملناش لواء طب ما عملتش لقى حاليها بتعلن عن ان النادي ده يلعب ليه والنادي ده ما يلعبش ليه خلوا المتحدث الرسمي اذا كان انا معرفش مين خلوا المتحدث الرسمي يطلع يتكلم اللي انا افهمه ان اي تصريح من اتحاد كرة القدم دلوقتي بيطلع بيعتبر تصريح رسمي بيمثل المؤسسة اللي هو فيه حاجة تانية ليه مثلا محدش يطلع يكلمنا عن نتائج منتخب الصلاة نتائج منتخب الصلاة اللي كان بيلعب في دورة في تايلند اتغلب مطشن بنتجة كبيرة مش هقول لكم نتيجة كام واتحاد كرة القدم بالمناسبة بيفكر في تصريح المنتخب ده عشان مشاركته في اي مسابقة رسمية مش عايزينه يشارك اساسا خايفين من النتائج طب ليه الناس ما تطلعش تقول مثل هذا الكلام ما تطلعوا توجهه الجمهور طب ليه اتحاد كرة القدم اعلن مثلا عن خطة وقال هتكون هناك منتخبات محلية وشباب ونشئين وما يطلعش يعترف للناس دلوقتي انه هو لغى هذه الفكرة ولا هيبقى فيه منتخب محليين ولا حاجة هيكت ساعتها المغرب والعملاء المغرب مخليك متحمس علشان تمتص غضب الشباب او الناس اللي بتتكلم عن كرة القدم في مصر وازاي وصل منتخب المغرب لهذه الدرجة وان احنا مش عارفين نوصل زي ما منتخب المغرب وصل وبساعتها لو تتذكره منتخب النشئين اخلق من البطولة الافريقية وبعده منتخب الشباب خرج من البطولة الافريقية ما تبقاش لنا الحقيقة غير المنتخب الاليمبي والحقيقة المنتخب الأول واللاتنين ماشين بخطة جيدة جدا لما احتكلم عن المنتخب الاليمبي والمنتخب الأول هسقف للتحاد كرة القدم الحقيقة ولكن هو اللي بيحصل ده ليه النهاردا كان يوجد مباريات في كاس مصر اتحكوا معي هوا كاس مصر حيتلاعب بلفار ولا من غير فار النهاردا مرتشاط الدول hill 32 configuration مبارح واول مبارح كل الدور الاثنين وثلاثين لغاية دلوقتي بيتقال ان هو هتلعب من غير الفار طيب بقية الكاس هتلعب بالفار ولا من غير فار محدش هيقول لك هو ليه تحت كرة القدم عامل زي بيكون مثلا ايه لو تفتكره مصعدش ايه ما شافش حاجة والله يا جماعة الوضع خطر على كرة القدم المصرع لانه في الاخر بنصح على مشكلة كبيرة جدا زي موضوع الجواب فاكرينه ولا مش فاكرينه ولا نسيته الجواب اللي تحط في الدرج وخلاص والدنيا هاصت مش حد تتكلم ما عادش بيتكلم فيه والنادي الاهلي ومصر والنادي الاهلي خسروا بطول والراجل موجود والدنيا لطيفة والامور حلوة وما فيش ايه مشكل خالص يا ريت اتحاد كرة القدم يقدر ينظم العمل شوية واللي يطلع يتكلم يعني يقول لنا حاجة نفهمها ونستطيع النفق فيها او ما يتكلمش موضوع ابسط من كده بكثير 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 بكثير